عشر نفرات برقبتي وأبوي واموي ونازل بخرابة مالطين يا مسؤول يقبل أن يعيش بخرابة مالطين سؤال موجه للسلطات الحكومية في بغداد يبحث نازح بلد في محافظة صلاح الدين عن إجابة له منذ سنوات فمنذ أحداث حزيران عام 2014 لم يعد نازح منطقة عشرة الرفيعات في قضاء بلد إلى منازلهم هجروا منذ ذلك الحين إلى بغداد ثم عادوا منذ سنتين إلى بلد لكن في مخيمات يرثى لها في محطة قطارات بلد التي لا تبعد عن منطقتهم سوى بضع مئات من الأمتار حيث ما زالوا ممنوعين من العودة صار أنه هاي يمكن ثاني سنة من جينا من بغداد وبغداد أربع سنين قضينا كلها بالخيم ووطفان لا مدارس يعني حتى احنا عدنا ناس متوظفة محد وظفة وهاي بيوت نيهان ما تبعد كيلي وين ما أحد يودينا عليه ليش مفغودين عندنا ثمانية من عمامي لا رايحين لا جايين الله وكيل رعيان غنم حتى يمكني هذا الشارع مال محطة مصاعدين وبيناتنا الله رحلة نزوح شاقة يرويها أحد نازحي بلد لتنتهي هذه الرحلة في هذا المكان الذي لا يصلح للعيش البشري بحاويات سكنة العوائل الحاويات مالت ريلي ومن يتحملها بشتيها أما بشتيها تمطر عليك وبصيفنا الكبرى العوائل قعدت بالحاويات لا محافظ وصنة ولا مسؤول وصنة ولا نائب وصنة ولا حسال علينا ومناطقنا تبعد عندنا مسافة أقل الثلاث كيلوات سنتان من العيش في العراء كانت نتيجتها انتشار الأمراض المعدية بين النازحين التي أدت إلى وفاة عدد منهم بينهم أطفال بسبب عجز دويهم عن تأمين الدواء لهم صارت أمراض بهذا المخيم يعني صارت متجرة بحت شيء وحت أطفال ماتت وبجانب معاناة التهجير القسري لا تزال النساء في مخيم محطة بلد يجهلن مصير أبنائهن وأزواجهن منذ أن اعتقلتهم ميليشيات الحشد في بلد قبل نحو خمس سنوات أنا عندي يعني 11 طفل يعني وهال مخيمات هاي صار لنا خمس سنين بل مخيمات لحد عين علينا لحد قال الله يعني الرجع فوق يعني الضيم المحتغلين أنه يعني ضيم هاي النزوح وها الخيم وهاي حالاتنا وهذا زوجي كل شيء ما عنده الله وكلكم كل شيء ما عنده وحتغله بري بعد ما عين شافت اللي يوم نسأل يقولون احنا ما أخذينهم جدام نخذوهم سراء السلام والله والأخوي الفغدة ما أندلهم وان ما وان هاي الست سنين وهاي السابعة من تهجرنا طلعنا من مناطقنا ما أندلهم وان ما وان حال النازحين في مخيم محطة بلد هو نفسه في جميع المخيمات المنتشرة في العراق لم يكن أسوأ من ذلك إذ تؤكد مفوضية حقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون نازح لا يزالون يسكنون منذ سنوات في مخيمات عمرها الافتراضي ستة أشهر فقط بعضهم أعيد قسريا إلى مناطقهم رغم استحالة العيش فيها بينما نقل القسم الآخر إلى مخيمات بديلة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش ترجمة نانسي قنقر